والاجتماعية منتدى الواكشوت زايد عشر رفيع المستوى حول الرعي في دول الساحل وغرب إفريقيا ينعقد لبحث النجاحات التي تحققت وصعوبات التي واجهت الدول الأعضاء في منظمة سيلس في تنفيذ مضامين إعلان الواكشوت لعام 2013 تشارك في هذه القمة وفود من الدول الأعضاء في منظمة مكافحة أذار الجفاف في الساحل فضلا عن الشركاء الفنيين والماليين لمناقشة المسارات المستقبلية لخطة عمل المنظمة لتعزيز القدرة على التصدي للطوارئ والتحديات الرعاوية وزراعية في منطقتين الساحل وغرب إفريقيا يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهما في اقتصادات دول الساحل وغرب إفريقيا حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتغذية السكان ومكافحة الفقر وهو إلى ذلك يمثل ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلدان حيث يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى دوره الفعال في الأمن الغذائي والحد من الفقر وتوفير فرص التشغيل لليد العاملة ومع ذلك فقد تأثرت قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود بسبب تغير المنهخ وما ينتج عنه من آثار بيئية مقتصادية واجتماعية وأحيانا سياسية ولمواجهة هذه التحديات استضافت نواقشوط عام 2013 المنتدى رفيع المستوى الذي حددت له أهداف طموحة تشمل تأمين موارد المجتمع الرعوي في البلدان العظام منظمة سلس وتسعى إلى الرفع من مستوى الإنتاج الحيواني في هذه البلدان عشرية سيتم عرض إنجازاتها في هذا المنتدى رفيع المستوى إضافة إلى رسم المسارات المستقبلية للمنظمة كضمان لتحسين الإنتاج الزراعي والرعوي ونحن نجتمع اليوم لتكريم وتعزيز هذه الشراكة العساسية مسترشدين برؤية مشتركة هي رؤية تعزيز التنمية المستدامة وقدرة مجتمعاتنا الرعوية على الصمود والتي غالبا ما تكون في الخط الأمامي لمواجهة تحديات تعيير المناخ والأمن الغذائي ومكابحة الفقر إن التحديات جسيمة لكن تصميم على بناء مستقبل أفضل لمجتمعات الرعوية ولشعبنا ككل سبيل ناجع لمواجهة تلك التحديات مواجهة التحديات والازمات يعنوان المرحلة يعمل المشاركون على وضع استراتيجية لتغلب على كل ما من شانه عرقلة التنمية في بلدان المنطقة لمين التنفيذي لمنظمة السلس عبدالله محمد قال إن بلدان الساحل تتحد لتامين نمط العيش وتوفير الوسائل الضرورية مضيفا أنه يجب العمل على تحسين إنتاج المشتغلين بالتنمية الحيوانية خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة دخلهم كما عبر عن شكره لموريتانيا على تنظيمها لهذا المنتدى في ظروف ملائمة ستسهم في إيجاد حلول للمشكل المشترك بين بلدان المنطقة مدير فرع البنك الدولي بغرب إفريقيا شاكيب جينان أكد على أهمية هذا المنتدى الذي ستعرض فيه نتائج عشر سنوات من العمل المنبذق عن مؤتمرين واكشوت 2013 وانجامينا مشيرا إلى أنهم سعوا خلال هذه الفترة الزمنية إلى تدليل العديد من الصحاب والتحديات الكبيرة التي تواجه الأنشطة الأساسية للمنظمة على هامش الجلسة الافتتاحية تابع الحضور وثائقيات تستعرض ما تم إنجازه خلال العشرية الماضية من تدخلات للمنظمة وخطط يراد منها التخفيف من آثار الجفاف في منطقة الساحل وغرب إفريقيا ترجمة نانسي قنقر